في هذه الحلقة سوف نقدم لكم معلومات هامة حول النشيد الوطني الأمريكي فتابعوا معنا القصة في ليلة منطرة بعد مغيب شمس الثالث عشر من سبتمبر أيلول عام 1814 كان محام أمريكي يدعى فرانسيس كوت كاي خمسة وثلاثون عاما يرقب وابلا من القدائف البريطانية وهي تنهمر كالمطر على قلعة ماك هنري في ميناء بالتيمور وقت ذاك كانت حرب عام 1812 بدأت منذ أكثر من 18 شهرا وكان كاي يتفاوض من أجل إطلاق صراح أسير أمريكي ولخشيتهم من أنه يعرف من المعلومات أكثر مما ينبغي أبقاه البريطانيون على متن سفينة راسيا على بعد 8 أميال من الشاطئ وعندما حل الليل رأى المحام الشاب السماء وقد صارت حمراء اللون وبالنظر إلى حجم الهجوم البريطاني فقد بات على قناع بأن النصر سيحالف البريطانيين وكتب الرجل يقول بدا كما لو أن الأرض الأم قد انشقت لتخرج رصاصا وقدائف على ملاء من النار والكبريد ولكن عندما انقشعت دخان مع بزوغ خيوط الفجر الأول ليوم الرابع عشر من سبتمبر أيلول رأى كاي بدهجة وارتياح العلم الأمريكي لا علم المملكة المتحدة مرفوعا أعلى القلعة وبحسب معهد سماتسونيان الذي يزهو بأن من بين العديد من مقتنياته التاريخية التامينة ذاك العلم الأمريكي الأصلي المزين بالنجوم بأن مشاعر كاي قد غلبته كثيرا بفعل ما رأاه إلى حد أن ذلك المشهد ألهمه أن ينضم شعرا بعد ذلك عرض المحام الشاب أبياته على صهره جوزيف إتش نيكلسون قائد إحدى الميليشيات المرابطة في قلعة ماك هنري والذي أشار إلى أن هذه الكلمات ستتلأم تماما مع لحن أنشودة إنجليزية معروفة وضعها الموسيقي جون سماتس عام 1775 الأنشودة التي حملت اسم أغنية من وحي أناكوريون أو أناكوريون في الجنة نسبة لشاعر إغريقي قديم كان يحمل ذلك الاسم كانت قد كتبت في الأساس لناديم في لندن ينتمي له سميث ويرتاضه رجال الطبقة الراقية ولكن في مطلع القرن التاسع عشر انتقلت هذه الأنشودة عبر المحيط الأطلسي لتصبح دائعة الصيت في الولايات المتحدة ولفرط إعجابه بما بذله كاي من جهود أخذ نيكلسون تلك الأبيات إلى دار للطباعة في بالتيمور وجعلها تتولى توزيعها تحت اسم الدفاع عن قلعة ماك هنري مع إشارة إلى النغمة التي يتعين إنشاد هذه الكلمات على وقعها وبعد وقت قصير أعادت صحيفة بالتيمور باتريوت طباعة الأبيات وفي غضون أسابيع صارت النسخ المطبوعة من تلك القصيدة التي سرعان ما عرفت باسم The Star Spangled Banner والتي تعني الراية المرصعة بالنجوم منتشرة في شتى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لتخلد كلمات كاي وكذلك العلم الذي تحتفي به والذي صار بعد فترة وجيزة النشيد الوطني الأمريكي سوف تجدون كلمات النشيد باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية في صندوق الوصف ترجمة نانسي قنقر